معنا الدكتور موفيد أبو موسى وهو منسق برنامج التربية في الجامعة العربية المفتوحة والدكتور خالد الطهات وهو منسق برنامج الـ IT في الجامعة العربية المفتوحة للحديث عن هذا الصرح التعليمي الكبير أهلاً وسهلاً شرفتونا صباح الفل أهلاً وسهلاً شرفنا معرفتك أهلاً وسهلاً دكتور الدكتور موفيد يعني بداية لما نحكي عن هذه الجامعة 21 سنة تقريباً يعني ما شاء الله يعني الجامعة أكيد صار في باع كتير كبير صار في خبرة كتير كبيرة بتحكي لنا لو سمحت عن الجامعة شو بميز هذه الجامعة أول بسم الله الرحمن الرحيم النقطة الأولى هي جامعة مثل ما كنا نحكيه بشوي هي مش جامعة أردنية هي جامعة إقليمية نعم منتشرة في تسع دول عربية وهي معتمدة اعتمادا خاصا وعاما في هذه الدول بالذات في الأردن يعني وتعامل اعتماد الأردن مسهل يعني حتى أنت تأخذ الاعتماد الفكرة بدأت من المغفور لأمير سمو الأمير طلال بن عبد العزيز طيب الله ثراه بدأها بالتسعينيات من القرن الماضي وكان يطمح إلى أن تكون يعني صرح ذو جودة عالية فعمل توأمة وشراكة استراتيجية مع مين؟ مع الجامعة البريطانية المفتوحة نعم فإحنا نقلنا الخبرة اللي هي اللي عند البريطانيين وصارت وين؟ في الدول العربية مش بسأل أردن نعم في كل دول العربية فإحنا مناهجنا في التسع دول تقريبا موحدة باختبارات موحدة وعندنا الاعتماد البريطاني بيتبع ورانا في كل شيء حلو يعني مش بس مجرد إنه والله إحنا أخذنا ترخيص من البريطانيين إنه روح لا حتى البريطانيين بيتابعونا في الاختبارات في المناهج في كل شيء حلو لما نحكي هون دكتور اعتماد بريطاني أش يعني تحديدا يعني مش بس ترخيص لا مش ترخيص بنأخذ كمان إنه الطالب من عنا بيتخرج في بعض يعني عدة تخصصات بيأخذ شهادة أردنية وشهادة محلية وشهادة إيش بريطانية الشهادة بريطانية شو بيستفيد لما بروح على بريطانيا أو دولة أوروبية ما بيقول له عادل بيكمل دراسات علياد عادي وكأنه خريج بريطانيا حلو ما بحتاج عادلها لا ما بحتاج عادلها جميل جدا طبعا في هذه التخصصات البريطانية أغلبها بالإنجليزي طبعا كامل فل إنجليش بلص اللي هو المودل التدريسي اللي عنا يعني فكرة التعليم المفتوح اللي هي إنه إحنا نعمل بلندد ليرنينج والتعليم المدمج كانت هذه الفكرة في 2002 إلى أول انطلاق الجامعة في الأردن كانت من السهلة يعني ما في تقبل لعند 2006 يعني حطوا الاعتماد الأردني حطوا تعليمات للتعليم المفتوح وكان السبب الرئيس إصراح في جامعتنا يعني كيف نعمل هذه التعليمات بحيث إنه جميع الجامعات في الأردن لو حبوا يسلكوا هذا السلوك بيستطيعوا عنه فهو متميزة في صراحة في قوة منايجة في نمطها التدريسي في انتشارها في الدول العربية نعم الله يعطيكم الله يعني دكتور خلد يعني لما نحكي عن فلسفة الجامعة ما هي فلسفة الجامعة العربية المفتوحة الحقيقة الجامعة العربية المفتوحة عندها رسالة رسالة نبيلة جدا قدمها سمو المرحوم الأمير طلال بن عبد العزيز وهي تقديم جودة عالي من التعليم للجميع بدون استثناء وطبعا هذا في باله هو كان الأشخاص أو الناس اللي ما كان عندهم فرصة للتعلم أو لإكمال تعليمهم مثلا من ربات البيوت أو من حملة الدبلوم في العمل وحابين يكملوا البكالوريوس أو في البكالوريوس وحابين يكملوا الماجستير فهذا أعطى فرص لمدة عشرين سنة في تسع دول عربية أنه هؤلاء يوجدوا الفرصة المناسبة لهم بسلوب تعليم مرن بحيث أنه هذا السلوب يعني مقاوم للموانع الزمنية والموانع المكانية وبنفس الوقت بعطي الشخص الفرصة بالتعلم بهاي يعني هاي كواليتي أو جودة عالية بسبب الضبط من الجامعة العربي المفتوحة كذلك يعني رسالة الجامعة العربي المفتوحة بتقديم جودة عالية من التعليم طبعا هي متوائمة مع الرؤية الملكية السامية بأنه التعليم لازم يقدم أشخاص عندهم المعرفة وعندهم الاطلاع وعندهم القدرة على التحديات القادمة للمجتمعات الإنسانية من تحديات تكنولوجية تحديات اقتصادية تحديات اجتماعية وحتى تحديات سياسية فهي رسالة سامية وإن شاء الله الجامعة تقوم بمتابعة هذه الرسالة والبقاء على إدامتها إن شاء الله نعم دكتور مفيد لما نحكي عن تعليم المدمج يعني كان فيه من فلسفتكم من البدايات من البدايات كان فيه تعليم مدمج أونلاين ووجاهي تحكي لنا عنه نلوس نعم نحن النموذج هذا صراحة تطور على مدى اللي هي من 2002 لليوم بشكل صار الآن مقنن ومنظم بشكل كبير جدا خلنا نقول باختصار هيك نموذجنا التدريسية اشتركوا فيه تسع فروع هتطلعوا الموديل تانا اللي هو تقريبا ست خطوات رئيسية فإحنا في عنا حضور وجاهي زائد حضور اللي هو الصفوف الافتراضية وهذا كانت مطبقة من 2010 الصفوف الافتراضية نعم يعني قبل الكورونا قبل كورونا بكثير نعم بالإضافة إلى المواد المسجلة الموجودة على موقع إدارة التعلم وإحنا كمان كان إسهامات في تطوير موقع إدارة التعلم والمودل اللي هو الأوبن سورس اللي موجود في أغلب الجامعات ديكاترتنا في قسم الآي تي مشكورين يعني عملوا تطوير عليه عالميا نعم يعني النقطة هذه فصار في عنا حضور وجاهي حضور افتراضي مواد مسجلة في عندك أنشطة متزامنة أنشطة غير متزامنة حتى إن راعي اللي هي فكرة التعلم الذاتي فكرة استمرارية التعلم مرونة في التعليم إنه ما بتقدر تناسب كل الناس يعني إلا بهذا الشكل آخر شيء اللي هي مهمة جدا اللي هي التقييم يعني عندنا نظام تقييم تاعنا كثير صعب لذلك في كثير طلاب اللي بيحس إنه هو جاي بفكر إنه جامعة يعني بسهولة بدخل وبطلع لا الدخول لسهل الخروج لا نعم لازم يجتهد يعطي مش معقد لكنه بحاجة لجود نعم في ناس كثير صراحة من طلابنا خلصوا إيشي دكتوراه إيشي قصص نجاح إنه الله يعطيكم الفهم وعندكم برامج بكالوروس ومجلس نعم وفيه الآن طرح قوي لبرامج دكتوراه في التربية بالذات إن شاء الله نعم نعم دكتور خالد تحكي لنا لو سمحت عن الخطط المستقبلية للجامعة الحقيقة إنه الجامعة العربية المفتوحة يعني أهم شيء إنها الاستمرار في المستوى العالي من الجودة التي تقدمها في التعليم نعم أحد الأشياء وكمان يعني زينا زي أي مؤسسة تعليمية في الأردن يعني هدفنا أنه أن نحقق الرؤية الملكية بالتشارك مع جميع القطاعات الخاصة والعامة حتى نقدر ننتج المجتمع محترفين وناس ذو خبرة لأنه هذا البرجينج أو التواصل بين المؤسسات الأكاديمية المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها هو الأساس في إنتاج خريج قادر على العمل في سوق العمل الأردني والإقليمي وكذلك الدولي نعم جميل علياتكم ألف عفية دكتور مفيد يعني إذا تسمع لك في النهاية كلمة أخيرة أو نصيحة بتوجهها للطلاب أول شيء إحنا موقع جامعتنا وينفطة بربور إحنا في نص البلد قريبي من دوار مشاغل الأمن العام نعم موقعنا استراتيجي صراحة كموقع قريب جدا أيوة كله قريب النقطة الثانية أنه عنا مرونة في الدوام من ناحية أنه يعني كل مقرر بحضر الطالب مرة في الأسبوع فسهل عليه وعندنا تكيف كامل صباحي مسائي حتى بنتكيف مع الطلاب إذا شيء بده أونلاين نعمله أونلاين ما في عنا مشكلة طبعا إلا ضمن تعليمات التعليم العالي برضو يعني ما بنغرج نعم الآن في عنا توجه كبير للتوسع في البرامج مراعاة سوق العمل بشكل كبير جدا هذا مهم جدا وقاعدين يشتغل عليه بالإضافة للي تفضل فيه الدكتور خالد نعم نعم 100% دكتور خالد فكرة إقبال الطلاب على البرامج كيف تشوفها وإذا فيه أي شيء حابب تضيفه لحقيقة أنا بحب أحكي لكل شخص يعني عنده شغف للتعلم وشايف أنه التعلم صعب من الشيء اللي بيعرفه في بيئة التعلم أنه هون يزورنا في الجامعة عربي المفتوحة رأي إلا حيلاقي يعني مفاجأة أنه هذه الجامعة فعلا عندها كل المقومات وعندها المرونة بحيث أنه أي شخص حاب يتعلم رأي إحنا نقدر نساعده ونعطي هاي الفرصة اللي هو بدور عليها فهي موجودة عندنا في الجامعة العربي المفتوحة نعم في أننا طبعا نوضع كمان الرسوم عندنا إلى حد ما يعني فيه متناول الجميع نعم وفيه عندنا منح يعني تستمر مع الطالب مدام هو طالب متفوق فأي حاب يتعلم الجامعة العربي المفتوحة إن شاء الله رح تكون جميل 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 دكتور مفيد دكتور خالد أتشكر حضراتكم جزيل جزيل شكر ندعو طلاب التوجيه أهلا وسهلا عندنا طبعا لا يفكروا أنه بس عدنا للكبار كمان الشباب الصغار خارجين الثانوية العامة مرحب فيهم ورح يلاقوا صدور مفتوحة إن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية بالتوفيق إن شاء الله أهلا وسهلا شكرا